موسيقى بينا لماذا كنت بمساعدتنا عربت نفسك للخطر هكذا الصفاة التفكة بين الناس طيبين والناس سيئين فورا ماذا؟ وادع الكلاب بان كالب لطيف جدا نعم انت على حق بطشي ايضا انه مدلل قليلا لكن لطيف واسبت ياهوى من؟ انا؟ نعم انت متهول طمع واجي من حذر ماذا؟ لكن كنت طيب انت ايضا على حق ولكن كيف عرفتني؟ شوف ماذا؟ لما لا تصعد الى غرفتي هيا رفقني الى فوق هل اصف في احضار بال ايضا؟ طبعا هيا بنا يا توتي تعال ماذا؟ 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 دمية الهرة هذه كبيرة جداً لقد أخافته هل لا يحب الكتاب؟ بلى لقد هزم مرة من قبل لديك دمية كثيرة ومنوعة أنا ألعب دائماً هنا بهذا السبب اشترى أبي لي هذه الدمية ألا تخرجين أبداً؟ لا هذا غير ممكن أنا لست بصحة جيدة ألا لديك أصدقاء؟ لا ليس لأصدقاء هل أستطيع لمسة بال؟ نعم طبعاً طبعاً شكراً لك إنه أنا من اللعب أحساس لطيف بوتشوا أنت أيضاً أنت جميل سأحضر لكم الطعام سأحضر لكم سأحضر لكم سأحضر لكم سأحضر لكم سأحضر لكم لا ليس من عدتي أن تأكل كثيراً هذا غريب إنه لذيذ جداً لماذا لا تأكلين يا لينو؟ لا 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 أريد إذن هل أستطيع أن أأكلها كلها؟ تفضل أه ما الأمر؟ إنه أتي لك بعد والدك؟ تفضل أهلاً بك سيدي شكراً كيف لنا؟ هل تحسنت صحاتها؟ إنها بخير تغيير جيد حصل اليوم فعلاً لكنه غريب ماذا؟ نزلت إلى المطبخ منذ برعة عظيم تحسنت شهيتها إذن؟ هذا شيء رائع نعم لكن هذا كثير في وقت قصير سأحضر لأراها إذن اختفئوا أبي قادم مختلف؟ نختلف أين؟ أين؟ بحسن سنبا بك بك حياة يا بان تعالي هذا مستحيل لا يستطيع الضخور ماذا يجب أن نفعل؟ ماذا يجب أن نفعل؟ أدخلوا هنا نعم نعم إنها تشفهوا لعبة طالغوا ميدا تحلى بسرعة يا بال موسيقى لا أستطيع الغلاغ الباب ادفع بقوة أكثر هذا مؤلم حاول الصابر آه الله إنه قادم إلينا فاك الأوان موسيقى لينا أهلا بك والدي مرحة كيف حالك اليوم؟ يبدو أنك أكلت ثلاث قطع مخانق لليوم ماذا؟ نعم كنت شائع جدا شهيتك تحسنت هذا عظيم إنها علامة حسنة حسنة ماذا فعلت اليوم؟ أخبريني كل شيء أشياء متعددة إذن لم تكوني وحيدة؟ كنت سعيدة جدا وتسليت كثيرا عظيم عظيم ماذا؟ 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 دوميا كغيرها، دوميا بشكل كلب دوميا دوميا بشكل قلب اليوم السلام عليكم أنا آسفة عرفت أنك تكره الكلاب لكنها أعجبتني كثيرا رأيت إنه جميل جدا لا تتحرك المفروض أن تكون دوميا دوميا بشكل قلب حقيقي أبي أنا متعبة صحيح انتبهي إلى نفسك حاول أن ترتاحي يا ابنتي ما هذا لا شيء أبدا تقدت أنها عفصة هل تعرضت للبرد يا حبيبتي نعم عفصة أنا 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 عفصة أمتأكد أنك لم تصاب بالبرد لا أنا بخير دعيني أرى أنا بخير فعلا سأتحسن بعد أن أنام حقا اذهب إلى النوم اذهب إلى النوم يا حبيبتي طابت ليلتك وإلى الغد طابت ليلتك يا حبيبتي حسنا بيل أخرج سباستيان كده أن يكتشف أمرنا عظيم لم يكتشفك بل قلقت الدمية بمهارة كأنك دمية حقيقية أنت فعلا ماهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صباح الخير يا أنسة أهلا تفضل صباح الخير يا سيدي أنا ساعد لرؤيتك بصحة جيدة لماذا أنت هنا أيها المفتيش جئت لأخبركم أن هناك مجرمين عالميين في الجوار وهم خطرون جدا ويجب الحضر منهم وأخذوا الحيط والإبلاغ عنهم أي نوع من المجرمين يا حضرة المفتيش ولد وكلبان تسللوا إلى الجوار ها الكلاب لكنه ليس كلبا عاديا إنه بحجم الحصان عنيف كالغوريلا إنه كلب رهيب سبق وقتل عدة أشخاص في فرنسا أتى لإسبانيا وهو يخيف العالم كنت خائفا أن يهاجم السيد ألبرت نعمالية بحث عالميا عن كلب أنت تضخم الأمور مارتن أرهي ورقة التعليمات نعم هل تعرف شيئا عنهم سيد ألبرت هل تستطيعوا أن تفيدنا بشيء بوچي أوه ما زلتنا سانا بل كن هادئا ما الأمر إنه أبي يختبئ بسرعة ماذا ماذا يجب أن نفعل ماذا ماذا يجب أن نفعل أوه لا يوجد دمية محشوة هكذا ادخل إلى أفزان يا سباستيان حسنا آه صباح الخير يا أبي أه أين الولد الولد ليشت ولد يا أبي لينا والدك يعرف بالأمر وأيضا عن هذا الكلب إنها ليست دمية أين يختبئ الولد هيا خبريني هيا يا ابنتي هيا يا حبيبتي أبي أنا ها هاد أنتم بتعلم لينا تعالي ماذا ستفعل يا أبي المفاوض جارسيا موجود في الأسقل وهو يبحث عن الولد والكلبين دعيه يأخذهم أرجوك لا تفعل ذلك يا أبي لكن يا لينا هذا الصبي هرب من فرنسة وهذا الكلب هو الذي يهاجم الناس والشرطة تبحث عنهم في كل مكان هل فهمت يا حبيبتي غير صحيح أعرف ذلك بين الكلب اللطيف لا يعاجم الناس أبدا ماذا لو هجمك وألحق بك الأذى يا ابنتي ماذا نفعل لا بل لا يفعل هذا أبدا هذا مستحيل لينا إذا كنت أكشب لما لا تحاول بنفسك أحاول حاول أن ترف إذا كنابيل سيئاً أم لا ما عزراً سيدي سأتحقق من ذلك المفاتيش غاسيا معذرةً للتدخل لكني أعتقد أن الآن سلانة يجب أن تعرف حقيقة طباعي هذا الكلب وإذا لم يطع الكلب الأوامر سأقوم باعتقاله موافقون يا سيدي موافق بل كلب ذكي ومطيع حسناً نعم انتبهوا جيداً سنبدأ الامتحان ما أشر أنت يا ماتن لا لا أنا ويمن أنا أشرع لا أجوك لك أفعل تباً لك يا ماتن هل أنت خائف؟ سأقوم أنا بالتجربة راقبوني أنا المفتس كارسيا وسأمتحنك الآن أيها الكلب هذا الكلب إنه يهاجم الشرطة إنه كلب سيء وشغير لا دعلي أن تنبه بل هذا امتحان دعهم يعرف أنك كلب لطيف وذكي الآن هو بخير حول مرة ثانية حسناً مرة واحدة فقط اجلس اجلس إنه لا يستطيع حتى الجلوس أرأيك؟ اجلس يا بال باستطاعاتك كذلك اجلس اجلس أيها الكلب يستطيع ذلك أنا لا أمتحنك أنت سنقوم بالإبديحان الثالث يجب أن تطيع المفتس كارسيا هاليا بال أركض اشتركوا في القناة اجلس إ焦 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... إcco増ه اجلس يا حتى هل سرع اجلس ما... شكرا فأن بان ستكون بخير من الآن وساعدا إنه يطيع كل الأوامر يستطيع فهم كلام الناس كلب دكي حقا رأيت يا أبي بل ليست الكلب السيء لا تضعهم يأخذوه سكوت ابتعد من فريقي لا تزعيجني ابتعد عني بل أرأيتم جميعا لقد هاجمني لقد استعاد طبيعته الشريرة تعطله دل هاجمه لأنه أعطان على بوتي هذا تقول هذا الكلب هاجم الكثير من الناس قبلا إلاه كلب رهيب هذه حقيقة طبيعته سأتقلكم جميعا لهذه الأخبار كنت أنتظر هذه الفرصة هذه فرصة لأصبح المفتش المشهور جارس سأرفعه حتما إنني أنتظر الغد اذهب يا مارتر في هذا الاتجاه أهرب يا بال أهربو لقد حاصرنا المجرب هذه اللحظة تعتقال المجرب راقبوا المفتش جارس في الأوقات الصعبة لانا 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 لا سريرها بسرعة نعم سيدي أهضر الطبيب كاردوس أنه المفتش بسرعة آه السيد ألبرت ماذا أفعله بالمجرب سيهرب أريدك أن تحضر الطبيب الآن أنا استطاع تغيطيا بذلك لاحقا هل فهمت؟ أسرع هيا بنا يا مارتن حاضر سيدي ترجمة نانسي قنقر أنت ما زلت هنا؟ كيف حال لانا؟ تبدو بحالة سيئة أتمنى أن يصل الطبيب في الوقت المناسب من أجل السلامة لانا آه قلق سيبستيان على صحة لينا وفكر بأن يبقى بقربها ولكنه تذكر بأن المفتش جارسيا قد يعتقله مجددا واحتار سيبستيان بما يفعله قد يعتقله مجددا بريد